دورات المتعاقبة لانتخابات وانعقادها بانتظام في مواعيدها الدستورية تؤكد مدى رسوخ ونضوج التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين وتشهد العملية الديمقراطية في المملكة تطورا مستمرا يعكس مدى الحرص الكبير الذي يليه شعب البحرين بأهمية المشاركة ونجاح العملية الانتخابية مسيرة زاخرة تسير بها مملكة البحرين بخطا ثابتة تعانق بكل ثقة وإصرار أعالي قمم التقدم والتحضر الديمقراطي الشامل الذي أطلق شعاعه الأول قائد الوطن الأغر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي أسس لمنهاج وطني رصين دستور شامل وميثاق كامل عبد الطريق لحياة ديمقراطية مدنية حديثة تفاخر بها البحرين أمام العالم أجمع وتقول ها نحن نرفع شعلة الانتخابات عاليا إلى فصل تشريعي سادس سلاسة العملية الديمقراطية البحرينية تعكس مدى الحرص الكبير الذي أولته مملكة البحرين منذ البداية لتكون هذه الانتخابات مستمرة ومتطورة تقام في موعدها وتبهر العالم بنجاحها وتطورها تتفاعل معها كل مكونات المجتمع ترشحا وانتخابا تلتفت لها كل الأنظار وتراقبها كل الجهات والكل يشهد لها بالنزاهة والحياد والنجاحات المتتالية تجربة وطنية راسخة ساهمت في تعزيز أركانها جميع مؤسسات الدولة وزادت رسوخا ومتانة بالقاعدة الحقوقية التي تتمتع بها مملكة البحرين والتي وفرت ضمانات قانونية شاملة عملت على تعزيز كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والحريات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في أجواء رحبة من التحضر الشامل الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين يحيى العمر لمركز الأخبار يبدو الإشفال المفكومي اشتركوا في القناة